فكرة انك اثرت انك تهتم بلينكد ان دي حاجة غلط خالص ودي حاجة مرفوضة تماما لينكد ان مش سوشيال ميديا لينكد ان مش ابليكيشن للضحك والهزار لينكد ان انا بقسمه وبصنفه ان لو الواحد عاوز يشتغل من خلال او عاوز يدور على شغل لينكد ان بتديلك فرص عمل 80% باقي السوشيال ميديا بتديك فرصة عمل 20% لينكد ان يا جماعة حاجة مهمة جدا اهمالها شيء مرفوض لو انت اهملت لينكد ان دي حاجة غلط خالص وده حيدفعك كتير وهيخليك تندم فيما بعد لكن ايا كان سواء اهملته او سواء لسه في البداية او في بداية اي مجال لينكد ان لازم تعمل اكاونت عليه وتتم به ويفضل معاك وتفضل اكتف عليه النهاردة هكلمك عن لينكد ان وتجربتي مع لينكد ان وايه اللي عملته عشان الاء الشغل بكسافة وبدل الشغل لقى واحد واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما يجي لك الشغل اللي انت حبه واللي انت عاوزه واللي انت مرتاح فيه لينكد ان مهم جدا يلا بينا ازيكا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنكلم النهاردة عن ابليكيشن لينكد ان طبعا لينكد ان يعني غاني عن التعريف لان اكيد اكيد اي حد بيكلمني حتى لو ما دخلش عليه فهو عارف اسمه لينكد ان ابليكيشن زي اي ابليكيشن عادي خالص زي الفيسبوك زي التويتر زي الانستجرام زي الواتساب هو ابليكيشن معمول بس معمول لحاجة معينة يعني مختص لحاجة معينة الا وهي سوء العمل الناس او مش هنقول كل الناس خلينا نقول معظم الناس مفكرين ان لينكد ان هو حاجة زي السوشيال ميديا اعمل ايه اتكون انت واخش اقول هاي وازايك وعمل ايه كلام ده كله طبعا دي حاجة مرفوضة جدا ويعني الموضوع مش كده خالص لينكد ان يا جماعة لازم اول لو انت شخص لسه خلاص يبداي التكليم اي مجال سواء برمجة سواء ادارة سواء ايا كان مش برمجة بس او مش حاسبات بس او مش هندسة بس اي سوق عمل انت دخلته لازم لازم اول حاجة او مش اول حاجة من اولوياتك انك تهتم بيها انك انت تعمل اكاونت عليه وتهتم به لينكد ان هو مهتم بسوق العمل ايه اللي انا عملته عشان اقدر من خلاله اوصل ان انا لقي شغل واتنين وثلاثة وانا كل يوم بينارقى لي شغل من اتش ار مختلفين ولكن الفكرة بسيطة جدا مفيهاش اي صعوبة هي مجرد حاجة بتقاملها في يومك لا اكتر ولا اقل كل الفكرة انا ما بدأت اتعلم وخلاص حددت خصصي وكنت عامل لينكد ان ما مهمش علي حاجة مش بنشر علي اي حاجة طبعا لينكد ان ممكن تعمل عليه بوستس وممكن تنزل بوست قويا كان زي الفيسبوك بالزبط بس خاص بسوق العمل دلوقتي انا كنت كل يوم انا واحد دلوقتي تخصصت قلت خلاص انا باك اند بالجافا سوفتوير جافا ديفلوبر خلاص كنت قبل ما نزل اي بوست خالص كنت بقعد اتابع الناس عليه اللي شغله بالجافا اذا اول فايدة من لينكد ان انها بتوصلك للناس اللي شغله في شركات او الناس اللي مهتمية بنفس نقطتك او نفس سوق عملك او نفس التخصص اللي انت فيها بحيس انت ممكن تخش تتوصل معاهم وتتكلم معاهم وتقول لهم انا حابب امشي في كذا امشي ازاي طب معايا غلطة معايا ارر بتتناقش مع حد واحد واثنين ثلاثة بتاخد رأي واحد واثنين ثلاثة يعني بيكون حواليك كميونيتي بيكون حواليك اسرة بيكون حواليك ناس تقدر تساعدك وتوسلك اللي انت عاوزه حتى لو كل واحد خدته مني معلومة حتستفد يبقى اول اول حاجة او اول فايدة حتستفدى من لينكد ان ان بيخلي حواليك ناس وانت عايد في بيتك تحس كده انا كنت بحس وانا عايد في بيتي حواليا ناس بتكلم معاهم كأنهم عايدين معايا باخد رأيي ده باخد رأيي ده وفعلا فرقت معايا جدا وانا كنت لسا بتعلم فرقت جدا جدا لان انا كنت بكلم اكتر من شخص وكل شخص كان بيقولي الغلطة اللي هو عملها خدت الغلطة من هنا يعني الشخص الاول اللي كلمته كان بغلط غلطة فانا قلت ايه اتلاشاها التاني غلط غلطة تلاشتها التاني اغلط غلطة تلاشتها وهكذا ووسطي في الاخر ان انا قدرت اتلاشا حوالي 80% من الاخطاء اللي قبلية واقعوا فيها وبدأت اتعلم صح ودي حاجة ساعدتني جدا ادي اول فايدة انا استفدتها تاني فايدة استفدتها انا كواحد كنت بشتغل كنت دايما دايما ودي حاجة مهمة جدا بعرض شغلي على ال link in يعني ايه بعرض شغلي على ال link in يعني كنت مثلا وليكن خلا ابدالك بمثال بسيط كنت مثلا في الاول ايه ايه دخلت front فعملت صفحة front ممكن صفحة تكون بسيطة جدا صفحة بسيطة جدا جدا يعني ما فيهاش اللي هو الشغل العالي بس صفحة الى حد ما تنسيقها حلو وكده نزلتها في بوست اول مثلا يعني ايه دي اول شغل ليا او اول مثلا حاجة عملها في البرمجة تمام في هنا اتشالنج بتقابلني يعني لازم الناس تاخد بلك منها في ناس لما تنزل بوست وما تلاقيش reactis عليها تعمل delete لأ ما تعملش delete لو ما فيش ولا react على البوست بتاعك ما تعملوش delete كفاية بس ان في ناس شافته سيبك من reactis تمام هتقول لي يا عم دي صفحة بيج يعني مش ايه مش حاجة يعني هقول لك ماشي ما هدي البداية انا بدأت بالفرونت عشان كنت عاوزة اكون full stack وبابلكيشن فبدأت بالفرونت وبدأت اعمل كده لغاية ما وصلت لي للباك بدأت كل حاجة عملها او كل حاجة تلعى اعملها واننزلها في بوست لقيت الناس بتتفاعل لقيت في اتش قربي على اقولي بيقول لي كيب كيب جوينج وهكزا فدية كانت حاجة حلوة جدا بدأت اتعلم 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 لغاية مواسطة الليسبرينج لقيت وانا في الكلية في شغل فعلا بيجيل بصراح كنت مبسوط بس كنت طبعا لا 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 ايه ده انا لسا في الكلية وحشتغل وهكزا بدأت اخش شغل واتنين وتلاتة قلب جيمت خلاص الموضوع بقى ايه بقى تمام معاي ازا تاني حاجة لازم تعملها ولازم تاخد باك منها انك انت اي حاجة هتعملها نزلها في بوست كده بسيط على لينكد ان واظب على ده استمر على ده لغاية ما توصل انك تبكن تخصصك هتلاقي اكتر من حد بيتكلمك ليه بقول لك كده لان انا كاتش ار انا كاسلام اتش ار شفت محمد كان منزل بوست اه وهو شغال بس مش لاقي شغل تمام انا كاتش ار اه اسلام ده كويس لو انا شفت شغل جافا حول محمد يستاهل الشغل ده تعال يا محمد قدم هنا وهكزا موضوع بمشي كده غير كده الاتش ار بيبص على الحاجات ديت في اتش ار يا جماعة كتير على لينكد ان لو لقوك كويس ومهتم وعندك برويجيكتاتك والدنيا معاك تمام صدقني صدقني حيخش يتكلموك انا كان بيحصل معايا ده في اكتر من اتش ار كان بيخش يتكلمني ويارد علي شغل وهكزا فدي حاجة من الحاجات ايه انك انت لازم تدي انطباع للي قدامك انك انت شغال كزا انت مهتم بكزا انت حاب تتعلم وتتكن كزا دي حاجة مهمة جدا طبعا لما جيت اعمل اليوتيوب دي حاجة ساعدتني اكتر ليه لان انا كنت بنزل الحاجة اللي انا بعملها او اللي اشغال فيها مش بس عملها برويجيكتات وبرفعها على جيت هاب لا ده انا كمان موسطك على اليوتيوب فبدأت يعني ازود من فرص عملي بحيث ايه من حيث ان انا بحط الحاجة او بشتغل الحاجة بوسطك على الجيت هاب وكمان على اليوتيوب واحد يقول لي طبعا ما عندش اليوتيوب حقولك كفاية جدا انك انت تنزل بسط والحاجة اللي اتكون ارفع على الجيت هاب وتكون مطقن تخصصك دي حاجة مهمة جدا ازا تاني حاجة لازم تاخد بالك منها او لازم تهتم بيها وما تكسلش عشان ما تندمش بعدين الا وهي لازم عليك ان تخلي بتاعك مهتم بالتخصص بتاعك بيعبر عن شخصيتك بيعبر عن نفسك عشان ده مع الوقت لما عدي سنة واثنين لو انت فيقول له كلية لما عدي كلية وتانية كلية وتاتة كلية هتلاقي في ناس حواليك كوميون انت حواليك قادرين يتوصلوا معاك او قادرين يشوف شغلك لو ايه لو في اي شغل قدامهم هيقولك يا اسلام يا محمد انت شغال كذا تعال قدم هنا وهكذا وهتلاقي شغل كتير يتقدم لك ازا دي تاني حاجة تالت حاجة بقى وحاجة مهمة جدا هم حاجتين طبعا لما تخش يعني انت دلوقتي مسلا انا عملت كونكت مع اسلام تمام علينك يا جماعة اه بلاش اه يعني الدخول في حتة ايه يعني اه مفيش مشكلة والسلام عليكم حالك عامل ايه رب تكون بخير وتسأل السؤال على طول اللي قصده انك انت مش قاعد في زي فيسبوك زي انستجرام زي واتساب وهكذا مش هتخش يقول ايه ازايك عامل ايه واقبارك وسحتك وديني عامل معاك ايه وولادك عاملين ايه والكلام ده كله لأ طبعا الكلام ده يا جماعة مرفوض مرفوض ليه مرفوض انا كاسلام مشغول جدا جيه وقت مشغول جدا لو انت عاوز مني خدمة او مسلا عاوز مني مساعدة في حاجة انا ما عنديش الوقت اللي انا هنضع عليك اقول لك الحمد والله وكله تمام طبعا مش بقول خشش اسأل السؤال على طول عشان فيه ناس تقول لك ايه ما تقفرش لا خشش قل لي السلام عليكم ازايك اه عامل ليه يا رب تكون بخير واسأل سؤال على طول لكن ما تطولش في السؤال اللي ما تسأل علي ما تطولش شي في السؤال لان انا ما عنديش وقت طبعا الكلام ده عن تجربة ناس كتيرة جدا الكلام ده يا جماعة في ناس انا كنت فعلا بعمل كتير في الاول ما كنتش بيرد علي ويرد علي وقالولي اسأل السؤال على طول عشان ما فيش وقت فلينك لان اصلا هو معمول للمساعدة معمول للجوب معمول لي اصلا لسوق العمل فالناس اللي عليه عارفة ان ده ابليكيشن مش للضحك او الهزار ده ابليكيشن للعمل فعارفين ان اي ميسج حجلهم هي عبارة عن سوق عمل ما فيش ميسجات بتيجي على لينكين ان خالص غير انها عن الشغل وعن العمل في كمان حاجة لازم انا بأكد عليها تاني الا وهي في ناس يا جماعة لما بتنزل بوست بالشغل بتاعها وما تلاقيش تفاعل يقول لك ايه لأ انا حمسحه يا عام عشان شكل واحش يا جماعة ما فيش كلام ده كله في ناس بتبص على ده بس هتنشل اكتس وحتلاقي عندك كده بار في على تحت كل بوست ويقولك البوست ده وصل لكم الناس يعني مثلا وصل لمتين وصل لتلتمية وصل لربعمية وهكذا فلازم تخلي باقيك من دية تسيبك من رأكتس شوف المنشور او البوست بتاعك وصل لكم واحد دي حاجة في حاجة كمان حاول تعمل مع اكبر كام من الناس في نفس مجالك او في نفس تخصصك ليه لان ده حيديك زي ما قلت لك كوميون انت حواليك وانت اعد في بيتك اعد في بيتي حاسي ان حوالي يا ناس تقدر بتساعدني في ناس بتساعد وفي ناس بتقدر توفر عليك وقت في ناس حتريد عليك غلطات هم عملوها هيقول لك ما تعملهاش وهكذا في ناس هتقول لك البوين انت دي مش يعني الوقت مش تازم تخش فيها ممكن تخش فيها بعدين وهكذا فيا جماعة خلي بالكم الحاجات ديت كده انا يعني حبيت اقول لك ليه لازم تتم بيه لينك دينا يا جماعة بالنسبة لي كاسلام جاب لي تمانين في المية من فرص عمل جاب لي تمانين في المية من الشغل اللي انا اشتغلته وبيجيب لي ومازال بيجيب لي فاهتم بيه لو انت لسه في بدايتك في اي مجال او لسه في الكلية اهتم بيه عبل بيطلع من الكلية تكون البروفيل بتاعك بقى حاجة كويسة بيعبر عن شخصك لو انت عادية الكلية مفيش مشكلة ابدأ اعمله لسه فيه وقت لسه فيه تحاول تلتزم بيه اتمنى يا جماعة يكون فيديو واضح لو في اي حاجة مش هضح او مش هفهوم اتواصل معي حسيب لك لينك الفيس بوك واللينك الان تحت في الديسكريبشن وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.